اشتركوا في القناة مؤتمر بارسو دعت إليه الإدارة الأمريكية الحالية في ضوء توجهها إلى حصار إيران وإيجاد معادلة شرق أوسطية جديدة كان عنوانه شرق أوسط وتم الدخول فيه لغايات تطبيق هذا النهج المزمع من قبل الإدارة الأمريكية وجدنا طبعا من خلال متابعتنا جميعا لهذا المؤتمر الهام أن هناك فعلا تواجد على مستوى قيادات بعض الدول ولكن أيضا هناك غياب مهم جدا يجب أن نلاحظه هو غياب التمثيل الفلسطيني اللي هو جوهر قضية شرق أوسط جوهر يعني بين حيث أنه أساس كثير من الإسقاطات الموجودة حاليا في المنطقة هو الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة وأيضا الحيمنة يعني لم يصبح بعد أوسلو هناك تحرير للأراضي والأرض الفلسطينية والإرادة الفلسطينية ولكنه هو استمرار لذات النهج الإسرائيلي الذي بدأ من احتلال فلسطين في عام 1948 التطبيع الرسمي والعلني ما بين البلدان العربية وإسرائيل لفتح الطريق والمجال باسعا أمام تبديل الأولويات في منطقة الشرق الأوسط واستبدال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والعربي بالخطر المزعوم لإيران والتهديدات الإيرانية للمنطقة وبالتالي حرف الرؤية وحرف الصراع في المنطقة وهذا يقود لتشكيل حلف إقليمي جديد لمواجهة واحتواء الخطر الإيراني في المنطقة حقيقة ما حدث في وارسو هو كارثي على القضية الفلسطينية على الوضع العربي وعلى مبادرة السلام العربية إضعاف للموقف العربي بشكل عام وموقف الفلسطيني تحديدا من جهة لأن هذه الكمة تخدم نتنياه انتخابيا أنه أراد صور مع وزراء خارجية عرب مع دول عربية كي يظهر أن هناك دول لا توقع تفكية السلام على إسرائيل وكأنها منفتحة على إسرائيل وبدأت تتقبل الموقف الإسرائيلي كما هو توجه الحالي بإيجاد عدو جديد أو استهداف دولة بحاجم إيران هل هو فعلا السؤال الكبير هل هو يصف أو في صالح الأمة العربية والتمثيل العربي الموجود في مؤتمر وارسو أم لا الأمر الآخر نحن نعلم أن هناك دول مركزية هامة في المنطقة لا نستطيع إغفال العين عنها سواء كانت إيران أو تركيا أو الكيان الصهيوني المؤتمر مصمم أمريكيا وإسرائيليا للوصول إلى هذه النتيجة وهو بالأساس يستهدف تهميش القضية الفلسطينية والقفز على أن الاستقرار أن القضية الفلسطينية لم تعد هي القضية الرئيسية في المنطقة نحن بالنسبة لنا كنا دائما نؤكد أن الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يأتي من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ودون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة لا يمكن الحديث عن أمن واستقرار في المنطقة نحن في موقع صعب ولكن في ذات الوقت نملك الكثير من الأوراق فيما يتمثل في دفاعنا عن هذه القضية المصيرية وعن وجود الشعب الفلسطيني صامد في أرضه إلى غاية تحقيق دولة فلسطينية عاصمتها القدس على ما تبقى من فلسطين التاريخية وأقصد هنا يعني الضفة الغربية وقطاع غزة الكادة الفلسطينية لا نترفضها لصفكة الكرن لفظياً لكن صفكة الكرن تطبق على الأرض ونرى أن هناك روافع حتى عربية لخلق أمر واقع يجعل مسألة صفكة أو صفكة العصر مسألة أمر واقع لذلك أعتقد على الكادة الفلسطينية أن تنتقل من الرفض اللفظي إلى مواجهة صفكة الكرن من خلال استعادة الوحدة الوطنية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الذهاب إلى الانتخابات واستعادة ثقة العرب والمناصرين في العالم بقضيتنا وبقدرتنا على إدارتها بالنجاح واقع الحال يشير أن هناك توجهات كانت في وارسو كعنوان لمرحلة معينة بحسابات تجاه إيران أو ضد إيران حقيقة لا نستطيع أنه في العين بأن إيران هي دولة مركزية ولها أطماعها لا نقول أنها ليست دولة لها أطماع في المنطقة أو لنشر مبادئها في محيطها واجب علينا أيضا أن نوازن في علاقاتنا الاستراتيجية مع هذا الجار شيئنا ما بينه إيران موجودة ويجب أن يكون هناك صيغة للتعاون وتحافظ على علاقات جيدة مع هذا الجار وإذا كان هناك مجال لاستفادة من الخبرات المتبادلة من كل الطرفين وحسن الجوار الهدف الرئيسي هو إنهاء المبادرة هو إنهاء مبادرة السلام العربية وكما قلت هو التطبيع البدء من النقطة في المبادرة السلام العربية وعدم الوصول إلى النقطة ألف وهو الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي العربية المحتلة وبالتالي نحن نعتقد أنه لم يكن على الإطلاق من داعي لهذه المشاركة العربية الواسعة ولا رفيعة المستوى إحنا بصراحة من ذهب إلى وارسو كان يدرك تماما أن الهدف هو إزدال الستار على مبادرة السلام العربية وأيضا هو هبط بالصقف العربي وأيضا كم المبادرة العربية حددت أن التطبيع مع إسرائيل هو يأتي كنتيجة لحل القضية الفلسطينية وليس العكس ما نراه أن الدول العربية تذهب باتجاه التطبيع وهذا بدون أخذ بالاعتبار مصالح الشعب الفلسطيني هناك دولة أعتقد برأيي برغم سعر حجمها لكن وجودها في هذا الموقع المهم وجودها وديمغرافية هذه الدولة وأقصد هنا بلدنا وطننا الأردن له دور هام وله دور أيضا مفصلي ويشكل مساهمته إنعطاف كبير في أي إقاعات على هذه المنطقة وعلى هذا المؤتمر تحديداً حقيقة بأن إسرائيل هي العدو الرئيسي وهي الأساس الصراع الموجود وعدم الاستقرار الموجود في المنطقة وأي كلام خلاف ذلك هو تروحات ولا يقودنا إلا إغفال الحقيقة القائمة بوجود هذا الكيان الغاصب الجاثم على صدور هذه الأمة والذي شكل في إسخاطات كثيرة بالسلبيات والموجودة في منطقتنا العربية أسامة يعطيك العافية رح نرجع إحنا بعد شوي نحكي أكثر عن المؤتمر عن أهدافه عن مخرجاته عن التمثيل الأردني في مؤتمر وارسو إذن بعد شوي نرجع معك أسامة إذن أعزائنا فاصل صغير بعد ومكمل معكم بهذا الصباح تخليكم معنا أهلا وسهلا مجديد بكل متابعين مكمل معكم بهذا الصباح وبفقرة كل ثلاثاء نرجع من جد الترحيب بأسامة العدوان أسامة أهلا وسهلا مجديد يعطيك العافية شحنا التقرير يعني وعرفنا أنه مكتب رؤية بفلسطين برضو مشاركين بإعداد طبعا ساعدونا بإعداد المقابلات والمعنيين اللي حكوا أراءهم بمؤتمر وارسو تحديدا نعم يعني كل الشكر للزملاء بمكتب رؤية بفلسطين طيب أسامة يعني أهداف المؤتمر ونحكي بمخرجاته أو ربما الرأي العام عن مخرجات هذا المؤتمر كيف برأيك تقييمك أول إشي خلينا نستعرض توقيت المؤتمر توقيت المؤتمر جاء في توقيت يعني خلينا نحكي غاية في الأهمية أول إشي دخول العام الرابع للإدارة الأمريكية عامها الأخير الحالية اثنين إعادة فترة في إعادة ترتيب للمنطقة العربية والشرق أوسطية تحديدا بداية انحصار للأزمة أو الأزمة السورية بداية انحصار لإلها وانتهاءها وانتصار للدولة السورية على الإرهاب ثالثا أيضا ضرورة إيجاد حل القضية الفلسطينية بحسب الرغبة الأمريكية والاحتلال كل هذه الظروف اجتمعت في توقيت عقد مؤتمر مارسو والمشاركة العربية التي حصلت في هذا المؤتمر الأردن كان له حضور بهذا المؤتمر على الرغم من غياب السلطة الفلسطينية وعدم حضورها في هذا المؤتمر صراحة هذا المؤتمر أثار جدل كبير بين الأوساط المعنية في القضية الفلسطينية في الداخل الفلسطيني والداخل الأردني أسامة حكيت أنت عن توقيته وعن الظروف المحيطة في بدء هذا المؤتمر أهدافه المعلنة وأهدافه ربما غير المعلنة مؤتمر وارسو الأهداف المعلنة هي تحت شعار إعادة ترتيب المنطقة والشرق الأوسط الجديد هذه كلها الأهداف اللي نسمعه اللي نقرأناها ولكن هي السياسة الأمريكية تهدف إلى إعادة ترتيب المنطقة وخلق عدو جديد أو خلينا نحكي قضية تعريب الصراع ما بين العرب وإيران ووضع العرب والدول العربية بواجهة بالمواجهة مع إيران خلينا نحكي هذا الهدف اللي خلف الكواليس زي ما بيحكوا بعض المتابعين والآراء المعنيين في هذا الشأن الابتعاء وابتعاد القضية الفلسطينية عن أنها تكون القضية الأساسية الحضور الأردني كان تأكيد على الموقف الأردني في أن القضية الفلسطينية هي القضية الأساس بغض النظر عن الخلافات التي تدور ونحن كنا نعرف أن هناك خلافات خليجية إيرانية بخلافات أيضاً أمريكية إيرانية حول النفوذ وحول نشر أفكارها والسيطرة على بعض الدول المجاورة زي ما هم بالدعو هذه نحكي توجهات التي دعت لعقد هذا المؤتمر احتواء للنفوذ الإيراني في المنطقة وتحديداً في العراق وسوريا نعم يعني نقل الصراع من عربي إسرائيلي إلى عربي إيراني خلق عدو جديد القضية الفلسطينية لا تكون قضية مركزية لدى الدول العربية والحضور الأردني كان للتأكيد على هذا والحضور الأردني كان متوازن كان مستوى التمثيل طبعاً كان متوازن من حضور الأردني كان يحضر بصفة وزير الخارجية أكد على الموقف الأردني أكد على ضرورة إيجاد حل القضية الفلسطينية ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية يعني هاي كل الأسباب خلينا نحكي اللي تمثلت بعقد هذا المؤتمر في هذا التوقيت والنتائج والأهداف سواء كانت المعلنة أو غير معلنة هي إيجاد عدو جديد وتهميش القضية الفلسطينية أيضاً التحالف مع إسرائيل والدخول بشكل تطبيع مباشر نعم بين بعض الدول ضد إيران ممكن نشوف علاقات تطبيع أكبر من قبل العرب مع اليهود؟ هيك أصلاً التوجه العام الآن لدى بعض الدول العربية هناك زي ما بيحكوا في مغازلة بين بعض الدول العربية ودولة الاحتلال بشكل مباشر نتيجة يعني خلينا نحكي أنه المصلحة مع الاحتلال ضد التدخلات الإيرانية أو ضد النفوذ الإيراني في العراق وسوريا وصراحة كل اللي بيصير في بعض الدول العربية هي نتيجة لإخطاء عربية نعم نتيجة لإخطاء عربية وترك العراق وترك سوريا للإرهاب وترك وفتح المجال أمام الغزو الأمريكي للعراقب في عام 2003 نعم يعني أسامة مخرجات وأثار هذا المؤتمر مؤتمر وارسو رح نشوفها بالفترات القادمة ورح يكون تأثيرات على العلاقات العربية الإيرانية والعلاقات العربية مع دولة الاحتلال مع دولة الاحتلال لها مخرجات هي توقع المخرجات يعني خلينا نحكي بدأنا ما بدي أحكي كانت موجودة من ضمن اللي هم حكوا فيه سيكون هناك تطبيع علني مع الاحتلال سيكون هناك أيضا فيه تحالف تحدث عن تحالف في دول أعلنت بشكل صريح طبعا في دول أعلنت بشكل مباشر سيكون هناك تحالف ضد إيران صراحة إحنا ما يعنينا في هذا المؤتمر التحالف الحق عنها أسامة تحالف عربي ضد إيران ولا تحالف عربي إسرائيلي يعني هي القائد زمام المبادرة هي الدول العربية ضد إيران لإحتواء النفوذ الإيراني في العراق وهذا خطأ عربي بترك العراق وأن يصبح محافظة إيرانية كما يدعون أو كما يتحدثون الآن أيضا ترك سوريا والتدخلات السورية اللي حصلت من إيران في سوريا وترك سوريا لإيران وعدم خلينا نحكي مساعدتها في مكافحة الإرهاب أيضا هذا ساهم في إيجاد وتعزيز النفوذ الإيراني سواء على الصعيد العسكري أو السياسي في إيران أيضا مؤتمر وارسو خلينا نحكي بس هي هاي النقطة المهمة هناك يعني خلينا نحكي الحصار اللي فرضته الإدارة الأمريكية على الاقتصادي تحديدا انتهى بحسب الأراء طبعا المعنيين في هذا الاختصاص لم يحقق نتائج فاضطرت الإدارة الأمريكية إلى وجود الآن إلى خلق حصار جديد وحصار سياسي وحصار دبلوماسي لعل وعسى أن يكون هناك نتائج في كبح جماح إيران في المنطقة والشرق والترتيب المنطقة الشرق أوسطية بشكل جديد بما يخدم السياسات الأمريكية طبعا نتمنى إحنا من الأردن إحنا الآن بس أهمية الأردن أن يكون هناك إدارة قادرة على تعزيز شبكاتنا بناء علاقات استراتيجية بما يخدم الأردن اقتصاديا وسياسيا والحفاظ والاستمرارية على القضية الفلسطينية كأنها قضية أساسية وقضية مركزية للأردن كانت وما زالت وسطبها نعم هو دائما يعني يؤكد الأردن في كل المحافل أنه موقف ثابت تجاه القضية الفلسطينية يعني بدأ أشكر وجودك معنا أسانو نتابع أولا بأول شو بصير مخرجات هذا المؤتمر شو التركيبات وتحديدا هي بما يخص قضية التحالف ضد إيران أكيد شكرا أسامة الأدوان كنت معنا بفقرة كل ثلاثة شكرا يعطيك العافية